الشباب العاطلون عن العمل في البصرة يخرجون في مسيرات احتجاجية غاضبة على اثر تفاقم مشكلة البطالة في المحافظة الغنية بالنفط والغاز من منطقة العشار انطلقت مسيرات الشباب والمتضامنين معهم وصولاً الى وسط البصرة حيث تجمع متظاهرون من باقي مناطق المدينة المتظاهرون نددوا بتغول الفساد والمحسوبية في مقابل هدر الطاقات الشبابية هدر قال المتظاهرون انه متعمد من قبل احزاب السلطة البصرة مليئة بالثروات من موانئ ومن حقول ومن العديد من الثروات تمتلكوا شبابها للأسف يعني يعانون الفقر والتهميش وما زالوا يتذيلون يعني اليوم الدرجات الوظيفية وغيرها تذهب للأحزاب هاي شباب الحرة ما إلها النواب أو الكتل كل واحد يعين أتباعه وترك الشباب المستقلين فاليوم الشباب خروجهم المطالبة بفرص عمل في الشركات النفطية بسبب الجوع والحرمان كل شيء كل شيء بأحزاب هذا الجاي يصير بنا والظلم وهاي الشباب الجاي تنظلم كله أحزاب حتى شغل عماله صار على الواسطات المتظاهرون اتهموا مكتب العمل ومديره محمد العبادي بالفساد والتبعية للأحزاب مطالبين الجهات القضائية بإغلاق المكتب ومحاسبة أعضائه خرج التظاهرات من ضمن تظاهرات متعددة في محاة البصرة تخص مكتب التشغيل للأسف الشديد هذا المكتب حقيقي يعني لم يتعامل بشكل حقيقي متساوي لشباب البصرة هذا المكتب حقيقي يتعامل بشكل حزبي مسيطر عليه مجاميع من الأحزاب هذا المكتب متهم كذلك ببيع مئات الفرص العمل بمقابل أموال ورغم كثرة المصانع الموجودة في البصرة إلا أنها متوقفة عن العمل منذ عام 2003 وإلى اليوم وفيما يقص الشركات العاملة في البصرة فهي توظف عمالا أجانب بشكل مخالف للقانون كما يؤكد متظاهرون محافظة البصرة تمتلك مئات الشركات الأجنبية التي لديها عقود مع وزارة النفوط بالإضافة إلى الموالي العراقية ولكن للأسف هذه الشركات تستعين بالأيد العاملة الأجنبية وتفضلها على أيدي المحلية بالإضافة إلى محافظة البصرة تمتلك عشرات المعامل والمصانع المتوقفة منذ 2003 ولهذه اللحظة متظاهرون البصرة أكدوا أن استمرار تجاهل إدارة المحافظة لمطالبهم بتوفير فرص للعمل سيؤدي إلى تصعيد شعبي أوسع وقد يتحول هذا التصعيد إلى عصيان مدني شامل مني ذلك راح تتعلق